أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده قدمت 100 مليون دولار لمساعدة الصين ودول أخرى تأثرت بفايروس كورونا المستجد لمكافحة الوباء وقال بومبيو في بيان هذا الالتزام مع مئات ملايين الدولارات التي تبرع بها بسخاء القطاع الخاص الأمريكي يظهر القيادة الأمريكية القوية في الاستجابة لتفشي الوباء وأضاف بومبيو أنه من الممكن التأثير بشكل عميق للسيطرة على هذا التهديد المتنامي